أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أهمية مشروع تطوير المنطقة المحيطة بمحطة سيكاك حديد مصر برمسيس جاء ذلك خلال اجتماع مدبولي لاستعراض التصورات المقترحة لتطوير المنطقة المحيطة بالمحطة وأشار مدبولي إلى أن تنفيذ هذا المشروع يأتي ضمن الرؤية الشاملة لإعادة التخطيط وتطوير عدد من المناطق على مستوى الجمهورية مشددا على ضرورة أن تراعي عمليات تنفيذ مراحل مشروع تطوير ورفع كفاءة المنطقة المحيطة بالمحطة الطابعة المعمرية لتلك المنطقة بحيث تتسق مع ما تتضمنه من مبانا وإنشاءات